صلاح يقدر أنه يتخطى هاركين ويقدر أنه يبقى هداف الدوري الإنجليزي لسا مكملين مع محمد صلاح وآخر فقرة موجودة معنا عن محمد صلاح هي مارسل دي ساييه مارسل دي ساييه سجل أيضا مع الأستاذ محسن لملوم ويتكلم على منتخب مصر صفة عامة تكلم على محمد صلاح تكلم على القرى المصرية إزاي هو شايف تقاه المنتخب مصر لكاس العالم تعالوا نسمع مارسل دي ساييه هل إيه؟ ونرجع نكمل مع حضراتكم ساييه من المشاهدة أعتقد أنه يتخلق مصر للتعامل وإنه يستطيع أن يكون مستشفى نعم، ساييه من المشاهدة ونحن نحن تزال بها لأنه عندما هم مصر في نجولي لقد كانت متقدم مستعد ويقدر أنه يحظو بشكل مفكوه ومستشفى بشكل مفكوه ونحن أعطي بشكل مده أعطي بكث تتعامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى فقط او اشتركوا في رسالة او او اشتركوا في هذه المشاكل جدًا فكرة او اشتركوا في شيء جدًا او اشتركوا في ايجابه باستخدام امسان انه نقوم بشكل كبير ان نموز الناس بمعبارة ومعقراتي ومع المستقبلة ومع المستقبلة لأنه يمكن أن يفعله جيداً في هذه المنطقة لذلك سأقوم بسيطة أفريقيا ونسبوا خبرات كبيرة خاصة المحترفين محمد صلاح ورفاقه لذلك ننتظر منهم الكثير في روسيا كنت أحد المدعوين لمشاهدة مباراة نهاية أفريقيا الجابون 2017 مصر والكاميرون وهي مباراة قوية رغم هزيمة مصر لكنها قدمت الشوت أول بشكل رائع ومثالي صلاح فرض نفسه على الجميع ودوره مؤثر في ليفر بول والبريمير ليج والشامبيونز ليج صلاح في تشلسي لم يكن مستعداً بشكل جيد لكنه الآن أكثر نتجم أكيد يعني محمد صلاح يعني يوصل لقمة مستوى مع ليفر بول مع تشلسي ما كانش لسه مستعد بشكل كامل يعني بشكل كامل وتام زي ما دي سيئة لكن فرصته جات مع ليفر بول مروراً بفيرونتينا وروما وأخيراً ليفر بول هل محمد صلاح هينتقل فعلاً لريال مادريد ولا لا؟ أتمنى ذلك كمصريين أعتقد هيكون حدث مهم جداً أن محمد صلاح لو انتقل فعلاً لريال مادريد هيكون أحسن الأخبار الكروية اللي اسمعناها طوال حياتنا ونكون أو أنا بصفة شخصية أكون واحد من الناس اللي هتكون فرحاناً أن هي عصرة انتقال محمد صلاح لريال مادريد ترجمة نانسي قنقر